بسم الله الرحمن الرحيم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية السيدات والسيدة الحضور الكرام اسمحوا لي من قلب العاصمة الإدارية الجديدة أن أتشرف بوجودي مع حضراتكم في مستهل الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022 والذي اقترحنا له عنوانا باسم خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنفسية هذا المؤتمر الذي يأتي في خضم أزمة عالمية لم تشهدها دول العالم منذ 80 سنة أي منذ الحرب العالمية التانية والذي يتابع فينا كل يوم الذي يحصل النهاردة يرى أن كل الحكومات للدول المتقدمة والقوايا اقتصاديا وأيضا الدول الناشئة يصارع من أجل النجاح وضمان استقرار بلده مصر ليست بمنأة عن هذه الدول بل بالعكس مصر سنفت من كل المؤسسات الدولية كوحدة من الدول التي كانت أكثر تأثرا بهذه الأزمة العالمية الكبيرة وإدراكا من القيادة السياسية بأهمية أن نضع معا خارطة طريق لمستقبل الاقتصاد المصري تشارك فيه ليس فقط الحكومة ولكن كل الخبراء والمتخصصين ومجتمع رجال الأعمال والأحزاب السياسية فقد جاء تكليف فخامة الرئيس للحكومة بتنظيم هذا المؤتمر لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري والخروج بخارطة طريق واضحة لهذا الاقتصاد خلال الفترة القادمة وخارطة الطريق دي لازم تشمل جزئين جزء للتعافي من الأزمة قصيرة الأجل اللي هي الأزمة العالمية ولكن أيضا يكون معها حلول لبعض المشاكل المزمنة اللي موجودة لدينا واللي حيبقى أكيد حلولها محتاجة تحرك على المدى المتوسط وطويل الأجل والحقيقة يمكن إحنا كحكومة منذ بداية الأزمة ومن قبلها حرصين كل الحرص على متابعة ما يكتب عن مصر سواء في الخارج أو الداخل وبنتابع كل مواقع التواصل الاجتماعي وبنتشوف أراء البصريين إيه وبنسمع في البرامج الحوارية اللي بيتقال من الخبراء والحقيقة يمكن اسمحوا لي أقولها بمنتال أمانة إن وجدنا أحياناً إن بعد هذه الأراء مش مبني على معرفة دقيقة بواقع وأحوال الاقتصاد المصري وإن ولا الأرقام الحقيقية اللي بتعكس واقع الاقتصاد المصري وابتدينا بنسمع وبشوف من واقع التواصل الاجتماعي إن مصر في أسوأ أزمة ممكن إنها تمر بيها وبنشوف كلام كتير جداً وتخوف من شبابنا ومواطنين على الأزمة الموجودة وحرصوهم على بلده وعشان كده يمكن قلت أو قلنا كحكومة إن هذه الجلسة الافتتاحية عشان نقدر إن إحنا نتحرك نحو خريطة طريق للمستقبل مهم جداً إن إحنا نعرف واقع اقتصادنا كان شكله إيه نعرف إحنا كنا فين في المابي وبقينا فين دلوقتي عشان لما نبني حلول للمستقبل تبقى مبنية أولاً على قعدة معلومات كلنا عارفينها وعن واقع عارفينه وعن تحديات كلنا نتوافق عليها ومن هنا وجدنا إن أفضل شيء عشان نعرف كيف كنا وإن نحن الآن إن إحنا نعمل تحليل واستقراء للاقتصاد المصري على مدار الأربعين سنة الماضية والحقيقة لما رجعنا لأربعين سنة وجدنا إن هذا المؤتمر الاقتصادي اللي دعا ليه في خمط الرئيس هو المؤتمر الرابع على مدار الأربعين سنة الماضية والحيمكن اسمحوا لي هنا أن أنا قلت أن إحنا نستغل مخرجات هذه المؤتمرات الاقتصادية عشان نحلل ونشرح وضع الاقتصاد المصري إيه وإحنا وصلنا لإيه بعد كل مؤتمر منه عشان لما نيجي النهاردة نخرج بتوصيات من مؤتمرنا نبقى بنضع حاجة واقعية كلنا نبقى حاسين إن دي قابلة للتنفيذ لأنه هو ده الأهم فالحيمكن اسمحوا لي في الجزء الأول من العرض أن أنا أحلل مخرجات مؤتمرين مهمين جدا لمصر المؤتمر الأول أطلق عليه المؤتمر الاقتصادي الكبير سنة 1982 والمؤتمر الثاني هو مؤتمر مصر المستقبل 2015 وليه اخترنا المؤتمرين دول لأن واحد منهم الحقيقة كل واحد فيهم كان جاي ومصر في خضم ظروف استثنائية جدا مؤتمر 1982 مصر كانت خارجة طبعا بعد حرب 73 ونصر أكتوبر والدولة المصرية كانت خارجة من اقتصاد كان مثقل بمشاكل هائلة في هذه الفترة حصلت توجهات اقتصادية معينة كان سياسة الانفتاح الاقتصادي حصلت بعض الأزمات السياسية التي انتهت باختيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات وتولي الرئيس الراحل حسين بارك زمام الأمر 2015 احنا كنا خارجين من أزمات سياسية شديدة العنف 2011-2013 في خضم موجة إرهاب لم تشهدها مصر من قبل وكانت الدولة بدأت أولى خطوات الاستقرار السياسي وكانت دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذا المؤتمر لكي يناقش أوضاع الاقتصاد المصري وكيف ننمو بالاقتصاد المصري فاسمحوا لي أننا في الجزء الأول نستعرض ونحلل كيف كانت مصر في وقت هذه المؤتمرات وإيه المخرجات من هذه المؤتمرات بالضبط الحقيقة يمكن أن أعرف أننا مصر دولة شابة وأكثر من 60% من شبابنا يمكن عنده 40 سنة أو أقل وبالتالي الصور اللي قدام حضراتكم ممكن كتير جدا من شبابنا أو حتى عدد كبير من الموجودين في القاعة ما شافوهاش لكن يمكن الكبار شوايا في السن يفتكروا من أيام شبابهم وتفولتهم هذه الصور الصور دي ببساطة شديدة زي ما حالكم بتشوفه في هذه الفترة ونجبناها الحقيقة من أرشيف جريدة الأهرام الفترة ما بين 78 ل 81 مشكلة نقص النبيب البتجاز والطوابير الكبيرة جدا شكل الأوتوبيسات ومنظومة النقل الجماعي اللي كانت موجودة المستشفيات بتاعتنا وشكل الأسرة اللي كانت موجودة التزاح ومصطفاف المواطنين أمام الجامعيات الاستهلاكية لمجرد أن هم ياخدوا أي سلعة رئيسية ممكن أنها تتوافر ويمكن لو حد فينا بعضنا أكيد بيتابع بعض الأفلام الدرامية والكوميدية اللي كانت بتتعمل في هذا الوقت كانت بتصخر من موضوع طوابير الجامعية وأن الناس بتجري هناك وتقف عشان تحصل على أي حاجة حتى لو كانت صابونا وده صورة أخرى لشكل السكة الحديد في مصر كانت موجودة زي والحقيقة يمكن كان أيضا هناك ودائما الشعب المصري بيلجأ إلى الكوميكس عشان يعبر عن نقده لواقعه وعدم ثقته في يمكن في الوقت ده في تصريحات المسؤولين يمكن على الشكل اليمين كان فيه تصريح بيقول إصلاح تليفونات القاهرة في يونيو القادم والمنظر اللي تحت جنازة شايلة تليفون المواطنين ماشيين فيها تعبيرا عن عدم يعني مصداقية هذا التصريح اللي كانت بتطلعوا الدولة مشكلة الصرف الصحي كانت موجودة في الأحياء الرقية والأحياء الشعبية كل الأحياء كانت غرقانة صرف صحي وشكل المدارس بتاعتنا والفصول اللي كانت موجودة في هذه الفترة الحياة ده دعا الرئيس الراحل إلى طلب عمل أو عقد مؤتمر اقتصادي كبير ودعوة للحوار وإبداء الرأي هذا المؤتمر شارك فيه أربعين خبير اقتصادي أنا حطت بس ثور بعد هؤلاء الشخصيات العظيمة اللي أثرت في تاريخ مصر وتولت مناصب قيادية في مصر كانوا موجودين في هذا الوقت ومشاركين كخوبراء اقتصاديين في هذا المؤتمر التاريخ اللي قدام حضرتكم أن هذا المؤتمر عقد على مدار ثلاثة أيام من 12 إلى 14 فبراير 1982 وكان العنوان الرئيسي الخبراء يدعون رشدة لمشاكل مصر الاقتصادي هدفه كان أن يتم منقشة الوضع الرهن للمشكلة ووسائل تصحيح المصر الاقتصادي ووضع استراتيجية للتنمية للمرحلة القادمة والحقيقة يمكن هنا هذا المؤتمر الحقيقة يعني ليه وثائق شديدة الأهمية بتفصل الاقتصاد المصري بالتفصيل وابتضع مقترحات ويمكن يعني إحنا حصلنا على هذه النسخة من هذه المقترحات حجم وثائق بهذا الشكل والحقيقة يمكن هي ركزت وخرجت بأن هناك عشر مشاكل وتحديات رئيسة هي دي اللي بتواجهها مصر والاقتصاد المصري اسمحوا لي حستعرضها مع حضراتكم وكل واحد فينا يشوف مدى يعني هذه المشاكل وإيه اللي فاضل ومستمر معانا حتى هذه اللحظة المشكلة الأولى كانت قضية الانفجار السكاني وكان العنوان أن زيادة السكان بالمعدل الحالي أنا بأكلم في 82 ستبتلع كل الموارد وخطط التنمية ولا يمكن رفع مستوى معيشة الأسرة إلا بالتنظيم مصر كان عدد سكانها في الوقت ده 44 نحن النهاردة بالمصطفة بعد 40 سنة نحن 104 يعني زدنا 60 مليون مشكلة الإسكان كانت مشكلة هائلة في هذا الوقت وكان هناك تم العنوان بناء الاحتياج لبناء 8.5 مليون شقة على مدار 20 سنة وأن المفروض أن الدولة توفر نصف مليون وحدة لمدة 20 سنة لكي تستطيع تحل هذه المشكلة ولكن يمكن أنا مش عارف السطر الأولاني بالخط الصغير أرجو أن نحرككم تقرؤه الهدف هنا هو توفير مسكن ملائم ومنع انتشار ظاهرة العشش التي كانت بدأت تظهر منذ السبعينات في مصر ترجمة نانسي قنقر